اشتركوا في القناة مشيرا الى ان تأسيس المجلس الاعلى للمرأة يعتبر احدى ثمار المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدار عاه الله واعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن خالص التهاني والتبركات بهذه المناسبة الى صاحبة السمو الملكي الامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة وخالص تمنياته لسموها بدوام التوفيق والسداد لعداء دورها الكبير لتحقيق تطلعات المرأة البحرينية مشيدا بالعمل المخلص الذي تقوم به الامانة العامة للمجلس الاعلى للمرأة وثمن معاليه الدور الكبير الذي تطلع به سمو قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة في قيادة المجلس وتبني العديد من القضايا المتعلقة بالمرأة في مملكة البحرين وذلك لتعزيز تقدم المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والطبية والتعليمية وغيرها وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس الاعلى للمرأة يعد داعما أساسيا ومساندا للجهود التي تبذلها السلطتان التنفيذية والتشراعية في دعم ومساندة حقوق المرأة حيث تمكن المجلس من صوغ استراتيجيات وطنية أسهمت في ترسيخ الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة البحرينية وبين معالي رئيس مجلس الشورى أن المجلس الأعلى للمرأة بمبادراته وبرامجه وخططه المتنوعة حقق نهضة وتقدما للمرأة البحرينية وأسهم في جعلها على منصات التتويج والاحتفاء على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ماربا عن الفخر والاعتزاز بالعزيمة والإرادة التي تتحلى بها المرأة البحرينية وإخلاصها وتفانيها المشهود في دعم مسيرة النماء والازدهار لمملكة البحرين